أكد الدكتور إبراهيم محمد جناحيا رئيس التنفيذي لتمكين أن صندوق العمل يعمل بشكل مستمر لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز قدرته لإيكون المحرك الرئيس للاقتصاد في مملكة البحرين وأشار خلال توقيع اتفاقية لدعم شركة إيزي للخدمات المالية أن تمكين تقدر وجود شركة بحرينية متمكنة ومحترفة تطمح لتلبية احتياجات عملائها بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها حيث تعمل هذه الشركة على توفير التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع المالي وتتخذ من مملكة البحرين مقرا لها كما تستعد لإطلاق أول شبكة للدفع بالبصمة في المنطقة حيث سيتم أطلق هذه الخدمة لأول مرة في مملكة البحرين وتهدف تمكين إلى دعم القطاع الخاص من خلال تعزيز السوب للشراكة مع مؤسساته عن طريق العديد من البرامج التي تطرح مختلف الحلول والتسهيلات حيث توفر تمكين تشكيلة من حلول الدعم المتنوعة منها التمويلية والمنحة المالية والاستشارات والتي تهدف إلى دافع عجالة التنمية لتتمكن من مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها بشكل أكثر فعالية